مشاهدين الأعزاء مساء الخير على حضراتكم ومساء الخير على كل الزملاء الأعزاء في بيت للكل السلام من مصر إلى الأردن العراق فلسطين أهلا بكم جميعا في حلقة جديدة ومميزة حلقة اليوم الحقيقة نحن دائما نتحدث عن الثقافة وأهمية الثقافة في حياتنا ووجداننا الثقافة هي عنوان كل شخص يعني كل شخص نرى دائما عندما ترى أي شخص تقول فلان مثقف فأنت تعرف بأن الكلمة تخرج من خلال شخص ملم بالمعلومات ملم بأفكار ملم بعلم ملم بثقافات كثيرة مختلفة ومتنوعة ولكن اليوم الحلقة ليست فقط عن الثقافة نحن نتحدث اليوم عن حلقة مميزة بين الثقافة كيف يتم دمج الثقافة مع التكنولوجيا المختلفة وإزاي نقدر يعني تساعد التكنولوجيا كمان في نشر الثقافة أكتر أهلا بكم في لقاء جديد مع بيت للكل صحيح شافكي أكيد مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا صناع المحتوى لديهم الأرقاب والأعداد الكبيرة من المتابعين وكلنا نتابع صناع المحتوى وأيضا لديهم تأثير كبير وبانتظار كل ما يتم تداوله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لكن السؤال اليوم هل اليوم تأثير صناع المحتوى وأيضا صانع المحتوى كتأثير الكتاب احنا وياكم بهذا الجواب مع ضيوفنا الأكارم في حلقة هذا المساء نتوقف مع مواقع التواصل الاجتماعي وما يضخ عبر المنصات المختلفة سواء كانت مواد لها علاقة بالموروث الثقافي بالموضوع الاجتماعي بالموضوع الاقتصادي وحتى القضايا السياسية البارزة والمهمة على صعيد الوطن العربي ما دور المؤثرين والمؤثرات في نقل هموم البلدان المختلفة وكذلك إبراز كل ما يتعلق بتلك البلدان من مكونات ثقافية وغيرها اليوم نتحدث عن عصر الرقمنة لامل جديد سرعة نشر هذه المعلومات ووصولها إلى أعداد كبيرة من المتابعين عبر العالم أهلا بكم من جديد إذن كما أشرنا سوشال ميديا والمنصات المختلفة وما تقدمه ونتحدث عن الحالة في فلسطين عن هذه المنصات المختلفة ودور المؤثرين كذلك خصوصا في الفترة الحالية ونحن نتحدث عن العدوان الإسرائيلي والحرب الإسرائيلية المستمرة ضد أبناء شعبنا إبراز الجوانب الإنسانية فيما يتعلق بالضحايا الفلسطينيين وحجم الدمار الكبير كذلك الذي تتعرض له المحافظات الجنوبية وما يحدث كذلك في محافظات الضفة مدينة القدس ودور أيضا المؤثرين هنا في إصار رسالتهم للعالم على الرغم من الحجب الكبير وربما هناك إشارات كثيرة خلال الفترة الماضية بأن هذه الرسائل التي تبث لم تصل كما كانت في سابق عهدها فيما يتعلق بفيديوهات أو حتى أي تعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذا المساء يسعدنا أن نرحب بي الدكتور محمد أبو الرب أستاذ الإعلام الرقمي في جامعة بيرزي دكتور أهلا ومرحبا بك أهلا بك أهلا بك أعطيك ملاف سؤالك مباشر تعني أن نبدأ به ما هو تقييمك منذ بداية الحرب حتى الآن فيما يتعلق بما قدما من قبل المؤثرين والمؤثرات في فلسطين عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة يعني خلينا نقول بداية أن شبكات التواصل الاجتماعي أعادت تشكيل المجتمعات أعادت تشكيل مداخل المعرفة لدى المجتمعات ومداخل الوعي لدى المجتمعات مداخل الوعي عند الناس إما التعليم والكتب المثاقفة وإما وسائل الإعلام والتلفزيونات ومختلف وسائل الإعلام لكن السوشال ميديا اللي عملته سواء في الحرب على غزة أو في كل القضايا المجتمعية إنه يعطت المجال لتجاوز المؤسسات ولتجاوز السياسات تبعة الدول وفي العالم الغربي مثلا علاقات المصالح بين رجال الأعمال وبين لوبيات المصالح في أمريكا مثلا لهذا السبب وصلت الرسالة الفلسطينية ومعاناة الفلسطينيين بشكل أفضل في موجة الحرب الحالية مقارنة بالأحداث السابقة فخلينا نحكي أنه المحتوى الفلسطيني وسواء الذي أنتجته وسائل الإعلام هو الذي بث على منصات وسائل التواصل الاجتماعي سواء من المواطنين أو من النشطاء والمؤثرين كل ذلك ساعد في توفير ما الدخام مواد أولية مصادر أساسية للمعلومات كان سهل عمليا إعادة ترجماتها للغات الأجنبية وبالتالي إيصالها للعالم رغم القيود المفروضة رغم القيود لأنه لو كانت مصادر التوزيع فقط فلسطينية لما وصلت الرسالة ولكن هذه الفيديوهات التي تلقفها النشطاء في بريطانيا وفي أمريكا في مختلف دول العالم أعادوا إنتاجها أعادوا التعليق عليها بلغاتهم بمنطلقاتهم هم وبالتالي التقييد بيكون على المحتوى الفلسطيني في الغالب لما يكون الـ IP أو الـ Domain تبع الموقع أو صفحة الفيسبوك هو من فلسطين لكن إذا ما يكون من أمريكا من دول تانية فبتكون يعني بتقيود الرقابة إلى حد ما يعني أقل أقل تقييدا على اعتبار أنه هذه الدولة وهذه المدينة ما فيها تقييدات بالقدر الموجودة في دول العالم الثالث ومثلا تمويل منشور من فلسطين إلى أمريكا صعب ويستغرق يمكن أيام وساعات طويلة حتى يأخذ موافقة حتى يأخذ موافقة ولكن تمويل منشور دعم لفلسطين في أمريكا من ولاية لولاية من فيزا أمريكية يكون موضوع أسهل ولهذا السبب يعني خلينا نحكي أنه كمان حجم العدوان وحجم الجرائم وحجم الإرهاب اللي حصل في قطاع غزة هو غير مسبوك أيضا من حج التدمير تقلق مع الولايات المتحدة ربما الأبناء الجالية الفلسطينية والنشطاء أيضا عبر منصات تواصل الاجتماعي المختلفة ساهموا بشكل كبير في نشر الرواية الفلسطينية وليس فقط حكرا على الولايات المتحدة ربما في المجتمعات الأخرى وهذا ما ساهم بشكل أو بآخر في أنه يعني تغير الرأي العالمي سريعا إلى حد ما لا تحدث عن الأسبوع الأول كان كل التوجه باتجاه دولة الاحتلال ودعمها ولكن سرعان ما تغير وشاهدنا هذه المسارات الكبيرة العفوية وغيرها المنظمة التي خرجت داعمة لفلسطين هو صحيح لأنه كثافة النشر يعني إسرائيل ما كان عندها يعني في الأيام الأولى كان عندها كثافة نشر على اعتبار أنه قدمت نفسها قضحية أحداث السابع من أكتوبر ولكن لاحقا يعني حجم اللي تعرضت له إسرائيل أو حجم المواجهة هي ليست كما يصورها مثلا بعض وسائل الإعلام الأجنبية بأنه جيش قبل جيش أو طرفين متساويات يعني بدأت السوشال ميديا تروج لعكس ما تقوله مثلا الفضائيات العالمية الكبرى التي تدعمها اللوب السهيوني بأنه في حجم من التدمير والعقاب الجماعي واستهداف المدنيين وتدمير البنية التحدية كمان تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بحد ذاتها أتاحت مادة خام للنشطاء الأجانب لعادة إنتاجها وتسويقها باللغات الأجنبية فبالتالي لو ما كان فيه سوشال ميديا أنا قناعتي أنه ما كان وصلة الرسالة الفلسطينية في هذا الشكل سوشال ميديا لعبة الدور كثافة النشر لعبة الدور وضخامة الفعل الحدث وحجم الإجرام والضحايا والعقاب الجماعي كمان هذا صدم العالم لأنه الناس تحدثت الآن خفت وقعة الصدمة لما خفت وقعة الصدمة تراجع التأييد تراجع النشر لأنه رأي العام متغير متقلب هذا اللي حصل واللي حصل وما نأمل هو أن لا يعتاد المتلقي أي أن كان جنسيته في أي بلد أن يعتاد هذا المشهد المستمر حتى الآن يعني من قبل الاحتلال بمجازر وحرب إبادة وما إلى ذلك دعنا نتحدث عن بعض النماذج في المحافظة الجنوبية والتي بدأت منذ اليوم الأول للعدوان في التوثيق والنشر عبر المواقع والمنصات المختلفة وما أحدثته بالفعل من فارق كبير وكانت أو شكلت إلى أحد ما مع غياب الكاميرا أو صعوبة تواجد الكاميرا التلفزيونية شكلت مظرا للمعلومة يعني بعض المؤثرين والنشطاء في قطع غزة أصبح لديهم في إرضوء أيام قليلة متابعين أكثر من متابعين حساب الرئيس الأمريكي بايدن أكثر من متابعين لوسائل إعلام أجنبية يعني حينما تفرض مثلا قناة فوكس تقييدا على المحتوى الفلسطيني أو تحرف الرواية الفلسطينية لصالح تقديم الاحتلال القضحية فيأتي نشطاء أمريكيون ينشرون مضامين فلسطينية تدعم فلسطين فهم يتجاوزون بذلك التقييدات التي حصلت الآن هذا كله ما كان ليصل لو لا فيه نشطاء ميدانيين وفيه صحفيين ميدانيين وثقوا هذه اللحظات فتوثيق اللحظة وإعادة نشرها هل مثلا في حالة معتزل عزايزي مثلا لأنه كان يجد اللغة الإنجليزية فهو حظية بنسبة متابعات أعلى لكن هناك مؤثرين مثل نشطاء مثل هيمة مثل فلان مثل كثير من الناس العاديين حتى ليس صحفيين ولكن لأنه كانت قصصهم ميداني بوثقوا حياة الناس معاناة الناس هم بين الناس فهذه الفيديوهات وصلت اليوم عم نشوف النموذج الثاني إنه نموذج النشطاء اللي أصبحوا يقدموا تبرعات ويجمعوا تبرعات اللي تقديمها للناس سواء تبرعات عينية أو بالأموال وتزلهم تبرعات من الخارج رغم غياب الرقابة على هذا النوع من الجمع التبرعات والأموال ولكن هؤلاء الناس أيضا أصبح لديهم متابعون وأصبحوا مؤثرين وأصبحوا ينقلوا جانب من معاناة الناس الناس اللي عم تحكي من ثلاثة أيام ما قلتش الناس اللي خجلانة تلتقي أولادها عم تبعد عنهم عم تروح البيت لما يناموا لأولاد لأنه فيش عندهم أكل مش قادرين يجاوبه على أسئلة أولادهم فأنسنت القصة الفلسطينية أنسنت المعاناة يعني هذا وفر محتوى متنوع يعني بمعنى أنه الأيام الأولى كان كل المشاهد القصف البباني اللي عم تنزل الناس اللي مختفية الناس اللي دخلت الشيك ومرجعتش طيب بعدين ما بعد ذلك القصف ضل بس معاناة الناس قصصهم قصص المعاناة الاختفاء الناس اللي تحت الضحايا الناس اللي كتبوا أسماء أولادهم على الحيطان أنه فلان وفلان هيهم تحت الأنقاض لحين ما يتم إمكانية استخراجهم فتفاصيل الحياة اليومية بالأمس أنا أعجبت مثلا بأحد المؤثرين اللي كان بيحكي عن الأطفال أنه هذول الأطفال زي أطفال العالم نازم يكونوا هلأ في المدارس ولكن لم يعد لديهم مدارس يعني القصة مش بس ضلت في سياق القصف مش ضلت بسياق التيتم مش ضلت بسياق الخيمة كمان بسياق أحلام الناس طموحاتهم كيف توقفت الأطفال فهذا التنوع في المحتوى اللي كل يعني لازم يتم التركيز عليه أكتر واللي هذا يعني بشكل أو بآخر أنه الناس ما تزهاق القضية الفلسطينية الناس زهقت مثلا مشاهد القاصة في الضمار البكاء يعني أكتر مشاهد الناس زهقوا الرجال والنساء مثلا اللي يعبروا بلحظة ألم وحزن عن فقدان أحبتهم بس مش لازم الكلمة تضل على هدول الكلمة لازم تضل على ما بعد هاي ما بعد كيف الحياة تغيرت كيف الأحلام توقفت أشارت إلى قضية الأنسنة وقضية مثلا التعليم أو غيرها من الجوانب المتعلقة بهم المواطنين من فقدوا منازلهم أو حتى رعاية صحية قطايا تفصيلية بسيطة يعني تواجد بكثافة أو الاكتظاث في الخيام النازحين موضوع التجويع في الوقت الحل الذي يطفو على السطح بشكل كبير استهداف المؤثرين والمؤثرات في قطاع غزة والصحفيين والصحفية منهم من كان صحفيا ومنهم من برز نجمه خلال فترة العدوان من قبل الاحتلال ليس ذلك دليلا على أن هذا التوثيق فضح وعرى الاحتلال ووزيف روايته يعني بعض المؤثرين إما استشهد أو بعضهم لتلقى تهديدات بعضهم اتصلوا عليه ضباط في الاستخبارات وقالوا أنه هاي موقعك شوف الواتس أب نحن عارفين موقعك يبتهد يا بتم قصفك طبعا بعضهم لم ينفذ هذه التهديد ولكن هذه رسالة خفية بالتخويف لو لم يكن التوثيق اليومي لمعاناة الناس في غزة ناجح ومؤثر ليس فقط على شاشات التلفزيون والإذاعات وإنما أيضا على منصات التواصل الاجتماعي رغم التقييدات ورغم حذف المحتوى الفلسطيني يعني لما فيسبوك نفسه بيعترف بأنه بشهر أكتوبر وحده حذف أكثر من مليون منشور فلسطيني مؤيد لفلسطين يدعي بأنه تحريدي سواء على فيسبوك أو على انستجرام في المقابل نحن عم نحكي عن حوالي 3 مليون منشور تحريدي إسرائيلي ولم تحدف أو أغلبها لم يحدف ولم يمس فالمنصات التواصل الاجتماعي رغم التقييد رغم المحاربة للمحتوى الفلسطيني والسياسة الخفية بالتقييد الخفي يعني اليوم هو ما بيحدف لك صفحتك مثلا صفحة تلفزيون فلسطين هو ما بيحدفها ولكن بيقيدها بيخلي الستة مليون اللي بتابعوها ما يشوفوهاش وهلأ بجوز كتير ناس عم بيسمعونا ببطل يشوفوا منشورات مثلا صفحة تلفزيون فلسطين مع العلم أن الصفحة مثلا بتسأل القائمين عليها بيقول لك كله يقيد صفحات إخبارية فلسطينية تم حذفها صفحات إخبارية لمؤسسات إعلامية خاصة تم حذفها حسابات توك توك لوسائل إعلام فلسطينية محلية تم حذفها فبالتالي هو في حرب على المحتوى الفلسطيني ولكن أنا باعتقادي أنه الفلسطيني مطلوب منه ينتج المحتوى ينتج المادة الخام يوثق هذه الأشياء وتقديم هذه المعلومات لنشطاء والمؤثرين الدعمين للقضية الفلسطينية حول العالم هم يتكفلوا بالتوزيع باللغات المختلفة نحن مطلوب منه نوثق السؤال كبير اليوم يطرح في ظل كثافة ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الهواتف الذكية الموجودة معنا ربما بعضنا يحمل أكثر من هاتف اليوم أين شاشة العادية؟ أين محطات التلفزيون أمام هذه الثورة التكنولوجية الكبيرة وهذا الضخ الكبير عمليا لمحطات التواصل الاجتماعي يعني بالشاشة لم تختفي ولا تختفي بالعكس في كثير من الناس عم نسمعهم هلا عم بسمعونا في كثير من الناس عم بسمعونا وعم بيحضرونا بيحكوا إنه قبل أحداث السابع من أكتوبر والحرب على غزة ما كانوا يحضروا تلفزيونات كثير اضطروا يرجعوا ليشاهدوا التلفزيونات يعني بمعنى أو بآخر أنت ممكن تتابع فيديوهات كثير على تيك توك على الفيسبوك على انستا ولكن بيضل في حنين للشاشة في رغبة إنك تحضر هاي الشاشة تشوف التحليل السياسي المحتوى الجدل محتوى الرصين أنا باعتقادي إنه الشاشة وجودها أساسي لتقديم الرسالة والرواية خصوصا في حالة إعلام رسمي زي الإعلام الفلسطيني لأنه أنت بحاجة لمصادر أساسية لمصادر موثوقة السوشال ميديا على أهميتها وعلى تنوعها بيظل في شك وخوف أنه بعض الفيديوهات وبعض الصور للأسف عم تنتشر مثلا من دول ثانية أو بعض الصور قديمة فإحنا لما نعيد نشرها إحنا عطينا ذريعة لمنصات التواصل الاجتماعي ولو منصات عالمية تيجي تقول ثلثين المحتوى ونص المحتوى اللي عم بيجروها دول الناس هذا مش من فلسطين أو من سوريا أو قديم فلابد من ضوابط السوشال ميديا ما فيها ضوابط خصوصا في سياق المؤثرين وسياق المحتوى الأكثر رواجا نقطة ثانية في لحظات الانفعال والألم والحزن العميق والشعور بالعجز عن القيام بفعل فالناس بتستسهل إحادة النشر دون ما تتحقق دون ما تتأكد ولهذا السبب البعد العاطفي اللي عم بيحكمنا في لحظة الانفعال وسرعة النشر دون تحقق هو اللي عم بيخلينا اليوم نعتاد وهذا اللي بتحكيه استطلاعات رأي حتى في أمريكا وفي دول تاني إنه قد ديش التعاطف مع فلسطين وصل إلى درجات غير مسبوقة في شهور 11 و12 وحتى في بعض دول عالم زي ألمانيا اللي بس 32-33% من الشباب راضي عن سياسات الحكومة الألمانية في دعم إسرائيل وفي جزء كبير من الشباب مش راضيين وليس كبار السن لأنه كبار السن في العالم في أمريكا وفي بريطانيا وفي ألمانيا تحديدا هدول ترباية التلفزيونات ترباية السي أن أن وفوكس وبي بي سي وترباية التلفزيونات الألمانية اللي ملتزمة بقواعد النشر اللي بتراعي وبتأخذ بعلي اعتبار اللوب الصهيوني ومحاذير إسرائيل والخوفنا اللاسامية على العكس من السوشال ميديا اللي فجر كل هاي المعادلة ونسف سنوات طويلة من النشر اللي والرقابة اللي كانت تفرضها التلفزيونات الغربية بأنه يعني لاسامية وعداء يهود وكل هذا الكلام طب شو دخل هذا الكلام بأنك تقطع الأطفال وأنك تقطع المي عنهم وتهد البيوت فهذا الحالة الناس بدأت تتساءل حول العالم وهذا اللي خلى لحد الآن التظاهرات في دول زي إيطاليا وإسبانيا يعني لو نحكي إيطاليا نهاية الأسبوع الماضي 25 مدينة لسه فيها مسيرات مؤيدة للقضية الفلسطينية فهذه التساؤلات مهمة نفكر فيها أنه نحافظ على التنوع في النشر لغايات أنه ما نخسر هذا التعاطف والتأييد الدولي والناس ما تعتاد في ملاحظة أخيرة فيما يتعلق بالمؤثرين الفلسطينيين ومقابلهم الإسرائيليين أو من يقدمون محتوى دعاية إسرائيلية تزييف للحقائق والترويج لها بكل الأشكال وضخ الأموال تجنيد الأموال بشكل كبير لهذه الغاية لتحقيق هذا الهدف والاستعانة كذلك بمؤثرين عالميين يعني أشخاص لهم سمعتهم وأسماء كبيرة على مستوى العالم إلى أي حد هنا تجد الفورق فيما يتعلق بالرواية الفلسطينية وتأكيد عليها وحضورها شوف كل التقارير اللي رصدت وصول المحتوى الفلسطيني في مقابل وصول الداعم لإسرائيل وتحديدها على التكتوك اليوم في تقارير دولية عم تحكي أنه إسرائيل خسرت حرب التكتوك رغم تراجع التغريد رغم أنه تكتوك مثلا غير خوارزميته رغم أنه إسرائيل استعانت بمؤثرين ودفعت لبعضهم ألاف الدولارات وبعضهم كمان أجبروا على إيقاف شركات تانية على وقف تعاقداتها مع بعض الإنفلونسر لأنه رفض يطلع بفيديوهات داعم لإسرائيل أو غرد بما يدعم فلسطين مع ذلك المحتوى الفلسطيني على تكتوك بحسب تقرير تكتوك نفسه خمسين ضعف أكتر وصوله من المحتوى الفلسطيني فبالتالي سيما حكينا إسرائيل كان عندها هامش الأسبوع الأول عشر أيام الأولى من أحداث السابع من أكتوبر اللي قدمت فيها روايتها وزيفت فيها بعض المعلومات للعلاقة بقتل الأطفال والنساء والاغتصاب وكل هذا القصص واللي بعدها نفسه وذيعت البي بي سي سي أن أن رجعت اعتذرت عن مقالته وسائل الإعلام الدولية رجعت بعضها وتراجع وسأل عن المصادر وسألوا بايدن في مؤتمر صحفي وناطق باسم البيت الأبيض عن المصادر الآن توقف ما يسمى برواية إسرائيلية عند ذلك الحد لأنه بطل في ضخ يومي بالنسبة لهم الضخ اليومي الفائق كان عند الفلسطينيين اللي هو استمرار القصر في العقاب الجماعي هدم المباني والمربعات السكنية هذا الشيء غير المسبوك ولهذا الأمر ساعد بأنه يوم عن يوم كان التعاطف مع الفلسطينيين يزيد بعد منتصف أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر مع بداية العام أغلب التقارير اليوم اللي عم تحكي عن استطلاعات الرأي بتقول أنه التأييد الفلسطيني والإسرائيلي تراجع شوي بس مش تراجع على صالح إسرائيل يعني تراجع على صالح فلسطين مثلا في أحد استطلاعات الرأي في أمريكا واحد ونصف المية بينما إسرائيل تراجعت حوالي سبعة وثمانية بالمية فبالتالي الناس تعتاد طبيعي أنه الناس تعتاد أصلا مفهوم رأي العام هو مفهوم متغير الناس بتبدل قضايا واهتمامات طبيعي جدا إحنا عشان نحافظ على هذا رأي العام لازم ننوع في النشر لازم ننوع في توثيق قصص الناس ومعاناتهم اليومية في قطع غزة والآن سنة كما أشرت هي الضرورية والأساس فيما يتعلق بموضوع المشر شكرا جزيلا لك دكتور محمد أبو الرب أستاذ الإعلام الرقمي في جامعة بيرزيت على المشاركة معنا في حلقة هذا المساء من بيت للكل شكرا جزيلا نورتنا دكتور أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام واليوم تحدثنا في مقدمة الحلقة عن موضوع المحتوى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي واليوم ضيفنا الكريم في الأستوديو الأستاذة سائد يونس وهو صانع محتوى أيضا مدرب في تطوير المهارات يسعد مساك ويعطيك ألف عافية أهلا وسهلا فيك شكرا على استضافة يعني أستاذ سائد نتحدث اليوم عن المحتوى وصانع المحتوى قبل أن نبدأ الحوار بشكل مفصل كيف بلشت رحلتك في صانع محتوى واليوم بتقدم محتوى جميع على مواقع التواصل الاجتماعي يعني يمكن هي كانت بالنسبة إلى بداية في صناعة المحتوى بداية طريفة يعني مختلفة عن المعتاد أنا ما بدأت بهدف صناعة المحتوى يعني البداية كانت بفترة من الفترات كنت بعد ما تخرجت من الجامعة وعملت شركة مع أحد زملائي ومرنا برحلة رياضة الأعمال بطريقة كان فيها الكثير من العقبات والصعوبات وبالأخير ما مشت الأمور مثل ما إحنا كنا مخططين فبعديها قررت أنه إذا أنا بدي أرجع أفتح شركة أو أعمل بزنس من جديد لازم أتعلم من الناس الناجحين شو هي الخلطة كيف نجح وشو الأشياء اللي ممكن بتخلي الواحد يفشل فحتى أتجنبها وهنا بلشت معي فكرة بودكاست كان اسمه ريادي من بلادي ما كان عندي أي محتوى ما كان عندي أي وجود على السوشيال ميديا هذا الحكي من أكثر من عشر سنوات يعني فبدأت أقابل فيه الأشخاص الناجحين رجال الأعمال رواد الأعمال عشان أتعرف على قصص نجاحهم ومن هون بدأت الرحلة يعني كان الهدف هو تجنب للفشل بحيث أنه أنا أتعرف على قصص النجاح وبدأت أنشرها على الانترنت والسوشيال ميديا والناس صارت تحب هذا النوع من المحتوى وبعد هيك انتقلت لليوتيوب والحمد لله رب العالمين يعني كانت المنصر الأكبر على اليوتيوب سيد 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 اليوم بنشوف كثير من تطبيقات كثير من واقع التواصل الاجتماعي اليوم منها المحتوى السلبي والمحتوى الإيجابي اليوم كيف ندر نوظف هذا المحتوى بشكل إيجابي ونستفيد منه لأنه بنشوف أيضا على هذه التطبيقات بعض المحتوى السلبي الغير لائق ممكن يقدم للمتابع والمشاهد وللأسف هناك عدد متابعات كثير على هذا المحتوى صحيح يعني أنت أشرت لنقطة مهمة جدا الآن إحنا في عصر السوشيال ميديا ما منقدر نهرب منها صحيح هي واقع وحقيقة موجودة في كل بيت حتى مش في كل بيت في كل جيب لأي شخص ما هو جوال فهنا في مسؤولية كبيرة علينا وهي سلاح ذو حدين يعني السوشيال ميديا سلاح ممكن أنت تستخدمه لتطوير ذاتك للتعلم للتواصل الإيجابي مع الآخرين ممكن تستخدمه أنت عشان تضيع وقتك وتدمن عليها بطريقة تحس أنه كل يومك رايح بدون أي فائدة فهنا منرجع لفكرة الوازع الداخلي والوعي الذاتي أنا ليش دايما الهدف لماذا أستخدم السوشيال ميديا ليش بدي أمسك الموبايل ليش بدي أدخل على انستجرام ليش بدي أدخل على اليوتيوب فإذا أنا عندي هدف واضح رح أقدر أستخدمها بطريقة صحية لكن إذا ما عندي هدف رح أضيع وقتي ورح ألاقي أنه ساعات وساعات بتمر وأنا بس بعمل سكرولينج بدون أي فائدة يعني أستاذ سعد إحنا اليوم بنشوف بأصل الرقمنا ونشوف التطور الواضح في كل العالم اليوم كيف أقدر أطور من مهاراتي كيف اليوم أقدر أنسجم مع هذا التطور بشكل يليق في المحتوى الرقم يمكن يقدم على السوشيال ميديا الموضوع الجواب رح يكون لصانع المحتوى ولا المستهلك المحتوى يعني إحنا كصناع محتوى بحاجة أن نطور أنفسنا بحيث نطور طريقة التواصل مع الناس يكون عندي محتوى أنا لما يكون واحد اسمه صانع محتوى لازم يكون عندك محتوى يعني هي مش بس أنه أنا بدي أنشهر ويكون عندي متابعين وفقط فدائما تطوير الذات من ناحية صانع المحتوى والرسالة المادة اللي بيقدمها الأسلوب وأيضا كيف إحنا كمستخدمين للسوشيال ميديا انطور أنفسنا يعني مثلا أنا كأب بدي أكون مطلع على أحدث التطبيقات اللي طلعت إحنا يمكن كل جيل بيتعود على تطبيقات معينة إحنا مثلا الفيسبوك وإنستجرام للأجيال الأصغر في تطبيقات ثانية فإذا أنا مش مواكب كمسؤول عن أسره أو كإنسان عندي مسؤولية كمعلم أو كأب أو كشخص عاقل بالغ راشد لازم أنا أكون يعني عندي مسؤولياتي فهون الأمور رح تفلت عن السيطرة نعم يا سيد الساد بعالمنا العربي هناك أيضا محتوى سلبي وموجود على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي أجمع لكن اليوم هل يوجد هناك أخلاقيات للتعامل مع هذه التطبيقات وهذه المواقع التواصل الاجتماعي حيث أن المستخدم ومقدم المحتوى أن يكون هناك أخلاقيات ممكن تناسب هؤلاء الأشخاص هلأ أكيد يعني الأخلاقيات إحنا بمجتمعنا العربي والإسلامي إحنا محكمين بإعاداتنا وتقاليدنا وتعاليم ديننا الحنيف على الرغم من ذلك منلاقي أنه فيه كثير تجاوزات بتصير بالسوشال ميديا وكثير أمور خارجة عن أعرافنا وخارجة عن تقاليدنا وإحنا منستهجنها أو منستغرب منها فنرجع ونحكي أنه دائما الموضوع يعود للتربية السليمة في المنزل وللوازع الداخلي والرقابة الداخلية لكل شخص لأننا لا نستطيع أن نتحكم بكل المستخدمين أنت تتكلم عن مليارات الأشخاص التي يستخدموا المواقع السوشال ميديا فدائما الرهان الأفضل دعونا نحكي للمجتمع هو أن يراهن على توعية الفرد وذكاء الأفراد المستخدمين أيضا لموقع التواصل الاجتماعي لهم ضوء كبير وذكاءهم بتمييز هذا المحتوى بأنه سلبي أو إيجابي وعدم التفاعل مع المحتوى السلبي يعني مرات بتسمع أنه فلان يقدم محتوى سلبي فالناس بدافع الفضول بروحوا يتابعوا هذا المحتوى يعني على اليوتيوب مثلا أنت لو حطيت لايك أو ديس لايك في الحالتين أنت تفاعلت مع المحتوى فلا تعطي شهرة إضافية للأشخاص لما بيقدموا قيمة في المجتمع يعني يستاذ ساد حتى على مواقع التواصل الاجتماعي يوجد هناك أدوات كثيرة ممكن تستخدم من قبل مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي منها الإعجاب وغير الإعجاب هذا الموضوع اليوم كيف هذه الدلالات ممكن وأدوات ممكن تأثر على العالم النفسي والموضوع النفسي للمستخدم يعني أنت أشرت لموضوع حساس جدا موضوع اللايك والديس لايك والرياكشن في السوشال ميديا موضوع يسبب الإدمان والناس يمكن ما بتعرف أنه اللايك ما كان موجود في الفيسبوك لما أول ما طلعه وتمت إضافته لاحقا بناء على توصيات من خصائي نفسيين عشان كان الفكرة بسيطة كيف بدنا نخلي الناس موجودين على هذه المنصة أكثر فترة ممكنة كيف بدأ خلي يدمن استخدام الفيسبوك كيف بدأ خلي يدمن الإنستجرام ومواقع التواصل فهون نرجع لفكرة التقدير الذاتي إذا أنا بنشر شيء ويجاني لايك بحس واو أنا في حد أقدرني بحس بالأهمية فبتلاقي الناس كل شوي إذا نشر شيء كل شوي بيطلع بيتأكد من الموبايل مين تفاعل مين عمل لايك مين عمل كومنت مع الوقت هذا بيسبب إدمان بصير الواحد بدون أي شيء كل شوي بيمسك الجوال بيتفقده شوف إيش في إيجاني نوتيفيكيشن و لايك فهي تحفز في العقل نفس الأماكن اللي يعني إحنا يمكن حكينا عن موضوع إدمان المواد المخدرة على سكيل بسيط يعني بطريقة مشابهة لإدمان هذه المواد الخطرة لكن أنت بدل مادة المخدرات مباشرة تعمل مفعولها أنت تقعد سنتين ثلاثة و أنت تتدرب عشان تصير مضمن على الفيسبوك بدون ما تعرف نعم سيد سيد اليوم نتحدث عن شبابنا شبابنا في المجتمعات العربية بشكل أجمع اليوم قديش مهم على الشاب أنه يطور من ذاته نتحدث اليوم عن الإبداع والابتكار كيف يمكن استغلال مواقع التواصل الاجتماعي أو السوشال ميديا بشكل عام بموضوع الإبداع والابتكار عند الشباب العربي حقيقة السوشال ميديا هي نعمة كبيرة موجودة عندنا حاليا تخيل أنت قديش تفتح لك أفاق السوشال ميديا حاليا أي شخص معه جوال واتصال بالإنترنت ممكن يوصل صوته للعالم فنحن نرى قصص إيجابية لأشخاص بيصلتوا الضوء على قضايا مهمة قضايتهم المجتمع قضايا بتساعد في تنمية الناس بشكل عام أو تنمية المجتمع فلما نستخدمها بطريقة إيجابية بيكون لها مفعول فعلا قوي جدا فدائما نحكي الوعي وعي الفرد باستخدام هذه الوسائب بدأت تكون واعي أنه أنا ممكن أنجرف وأدمن عليها بدون ما أشعر حتى لو أنا واعي مرة نحن نحكي عن أشخاص كبار سواء رجال أو سيدات كبار ممكن يدمنوا بسهولة السوشال ميديا ونحن نرى بمجتمعاتنا حاليا فالواعي هو الأساس والهدف أدخل أنا على السوشال ميديا إيش هو هدفي صحيح دائما بنقول ونحكي عن الاستمرارية في تقديم أي محتوى وأنت تفضلت كيف بلشت واليوم ما شاء الله بتقدم محتوى جيد كيفية من خلال تجربتك العملية اللي صارت على مواقع التواصل الاجتماعي موضوع الاستمرارية ووجد محتوى بشكل مستمر بكل الفترات وكل الأحداث الاستمرارية مهمة جدا واللعبة الحقيقية بمواقع التواصل الاجتماعي هي الاستمرارية ممكن واحد ينشر فيديو معين أو ينشر شيء معين وينشهر فجأة ممكن ينشر فيديو بالصدفة يجيب مليون عشرة مليون مشاهدة وينشهر وينعرف لكن إذا ما في محتوى ويأخذ هو تقدير وقديش أنا الناس عملوا لي لايك وقديش شاهدوا الفيديو تبعي وبيقيم حاله بناء على تفاعلات الآخرين هون ما رح يقدر يستمر فالمفتاح بالاستمرارية دائما يكون عندي هدف يعني أنا من البداية هدفي كان بالسوشال ميديا وباليوتيوب تحديدا أنا بحب أشارك ما أتعلمه أنا شخص أعشق القراءة بحب أقرأ والأشياء اللي بقرأها وبتعلمها بحب أشاركها مع الناس فالآن لما أنشر فيديو ممكن يجيب مليون مشاهدة ممكن يجيب عشر ألاف ممكن خمس ألاف ممكن مئة ألف ما بربط تقديري لنفسي بالأرقام فلذلك بقدر أنا أكون مستمر هاي رقم واحد رقم اثنين أكون على تواصل مع الكميونيتي اللي بتابعني مع المتابعين أسألهم شو أبرز المشاكل اللي بتواجهوها شو أكثر تحدي بواجهك شو أهم ثلاث أشياء ثلاث مواضيع أنت مهتم فيها حاليا أسمع من الناس وأحاول أخلي المحتوي يتأقلم مع احتياجات الناس ولكن لا أتحول إلى شخص مثل ما كثير من نشوف به بعض الوسائط أنه يتحول إلى إنسان فقط ينفذ ما يطلبه المتابعين هو يتأثر بما يطلبه المتابعين هنا يصبح هنا في فرق بين المؤثر والمتأثر سيد سعد من خلال مجال السوشال ميديا وخبرتك واليوم تجربتك بهذا المجال ماذا تقول الشباب العربي اليوم؟ أي شخص عنده محتوى إيجابي كيف يمكن يقدمه؟ كيف يمكن يبلش من خلال التجربة اللي أنت مريت فيها؟ يعني أهم شيء ما نحبط عندما لا تكون مشاهدات على قدر المأمول وما يكون في تفاعل وما يكون في لايكات أي إنسان بلش بدأ من مكان نقطة صفر فهو كان أول مشترك وأول متابع لنفسه فدائما نصيحتي للشباب أنه أنت تكون أول مشجع وأول داعم لك لما تنشر فيديو أو تشارك معلومة في البداية الطبيعي أنه ما حدا قاعد يتابعك فما تحس أنه هذا يقل أو يقلل من قيمتك أنت كإنسان بالعكس ولما تتطور ولما يصير فيه عندك نمو بعدد المتابعين لا تربط تقديرك لذاتك بكم لايك إيجاني وكم فيو إيجاني أحيانا ممكن الناس يتفاعلوا معك بشيء معين أوكي جميل تقبل التفاعل ولكن إذا ما تفاعلوا ما تحس أنه فيه شيء غلط فأعمل الشيء اللي بتحبه إذا أنت بتحب هذا المجال وبتحب تشارك معلومات في مجال معين أو بتحب تعمل محتوى في قطاع معين استمتع بالشيء اللي بتعمله ولا تربطه بتقدير الآخرين الشهرة رح تيجي والتفاعل رح يجي لكن إذا أنت بتسعى له من البداية رح تتعب كثير ورح تكون من الداخل تعيس ما رح تشعر بسعادة حقيقية نعم سيد سيد إيش في أكثر فيديو إليك حس كان قريب إليك وكان له رسالة واضحة وبجزء أنت كان اختصيت بهذا الفيديو واجاب أيضا على المشاهدات كبير جدا إيش أكثر فيديو أنت صورت ونزلت على موقع التواصل الاجتماعي يعني يمكن أنا هنا بذكر فيديوهين يعني في واحد من الفيديوهات كان ببدايات بدايتي على قناة اليوتيوب وأذكر في تلك الفترة صورته برمضان وكانت بنتي صغيرة نور لسه يعني إلها أيام مولودة الله يسلمك وكانت الرسالة بس ما كان عندي متابعين كثير يعني كان أقل من ألف متابع مشترك عندي في قناة اليوتيوب وعنوان الفيديو أو موضوع الفيديو كان بيتحدث عن ضحايا التنمية البشرية كيف الإنسان الذي يسعى للمعلومة بيدور على معلومة من فلان ومن فلان ومن فلان بيجمع معلومات بدون ما يطبق كيف ينعكس هذا أنه حياته بتصير أسوأ لأنه أنت عندك أنت صرت عارف وين المشكلة وشو الحل بس مش قاعد بتطبق سواء مهارة معينة أو عنده عادة سلبية بده يتخلص منها فهذا الفيديو بتلك الفترة جاب تفاعل كبير جدا يعني تعدى بتلك الفترة أكثر من مئة ألف مشاهدة والناس حبتوا صار فيها على نقاش يعني لا التنمية البشرية أو التنمية الذاتية شيء إيجابي ليش أنت بتقول ضحايا التنمية الذاتية وكانت الرسالة فعلا أنه كل شيء حتى لو كان إيجابي أنه لم نستخدمه بطريقة صحيحة رح تكون آثاره سلبية جدا على الإرامة الفيديو الثاني الفيديو الثاني كان له علاقة بالرد فن الرد على الآخرين يعني أنا بحكي بالثقة بالنفس والكارزما ولغة الجسد وعملت فيديو يعني كنت بهذاك اليوم كان في عندي مقابلة تلفزيونية خلصتها وبعد المقابلة مباشرة صورت الفيديو كنت منفع لأنه وجاني تعليق من أحد الأشخاص أنه كان طالب في المدرسة وأنه فيه تنمر كبير عليه من أقرانه من زملائه وأنا كثير تعطفت معه فعملت الفيديو كان بيحكي عن فن الرد الساحق كيف أنت ترد بطريقة تفحم المقابل طبعا بدون ما نأذي بدون ما نسيء وسبحان الله يعني هذا الفيديو لاقى تفاعل كبير وبناء عليه حتى تم ترشيح إلى جائزة الأوسكار التعليمي وكان أفضل فيديو أكثر فيديو مهاري انتشارا على مستوى الوطن العربي في السنة اللي نشرته فيها يعني ملاقة أصداء جميلة جدا وكانت الرسالة بسيطة يعني دائما أنت إذا تطلع على الأشياء وتخلينا أفضل هي نصائح بسيطة وهي معلومات بسيطة لكن دائما العبرة في التطبيق طيب يعني حكيت عنه ياكا ساد أنه الاستمرارية وين ساد رايح الآن وين متجه بمواقع التواصل الاجتماعي يعني الآن يمكن تناقشنا قبل المقابلة وبحكي لك اليوم أنا أكثر تحفظ من أي وقت سبق من ناحية النشر يعني زمان كنت أنشر أكثر حاليا أي فيديو بدي أنشره بشعر بمسؤولية كبيرة علي لما زادوا المتابعين لتعدينا الأربع ملايين مشترك على اليوتيوب لحاله بحس أنه أي معلومة هي مسؤولية كبيرة فلذلك أنا دقيق أكثر بالأشياء اللي بأنشرها بأخذ وقتي أكثر يعني بحاول أستمتع بنشر المحتوى أكثر من فكرة أنه يلا أنشر فيديوهات فقط لمجرد النشر فالآن تحول اهتمامي من مجرد أنه بدنا نكبر المنصات بدنا متابعين أكثر إلى أنه بدنا نقدم دائما قيمة حقيقية للمتابعين حتى لو أنت عم بتأثر بشخص واحد بالنهاية أنت عملت شيء إيجابي نعم ولا يستهام فيه نعم أستاذ سعد بالنسبة للمحتوى السلبي الموجود على موقع التواصل الاجتماعي ما هي الحلول اللي ممكن إحنا ندير بالنا منها وكم نقدر نميز اليوم المحتوى السلبي من المحتوى الإيجابي والحديث في فئات عمرية معينة يعني المحتوى السلبي صار هو الترند المنتشر بشكل أكبر لسبب الناس تبحث عن الترفيه الآن الترفيه بحد ذاته مش مشكلة يعني الترفيه شيء إيجابي وجميل أنا أرسم الضحكة على وجه إنسان هذا شيء رائع جميل والترفيه رائع ولكن الترفيه المبتذل لما نحن نقدم شيء فقط لضياع الوقت هنا نحكي عن محتوى سلبي يؤثر على صانع المحتوى وعلى الناس اللي بيتابعون مسؤوليتنا كأهل نراقب أبنائنا ونكون عندنا مراقبة شديدة إيش الأشياء اللي بيحضروها وبيتابعوها ونعطيهم نفتح الحوار بيننا وبينهم مش بس لا تحضر هذا لا بدي أوضح له ليش بدي أوضح له كيف هو إذا تابع المحتوى السلبي بيساهم بأنه ينتشر أكثر إذا أنت عملت لايك لشخص بيقدم محتوى ما بيناسبك أو ما بتحبه أنت خليته مشهور أكثر حيجي فلوس أكثر بسبب المتابعين والتفاعل حتى هما بيكرهوا أو ما بيحبوا محتوى مسؤوليتنا أيضا كمجتمعات أنه إحنا ندعم المحتوى الإيجابي الناس اللي بيقدموا محتوى إيجابي الدعم بيكون دائما قليل الانتباه قليل لأن طبيعة المنصات دائما هيك فأيضا مسؤوليتنا كصناع محتوى إيجابي أنه ما نسمح لانتشار المحتوى السلبي يحبطنا ويخلينا نصير نفكر إذا أنا رحت بهذا الترند معناته رح أنجح لا الشهرة لا تعني نجاح بحد ذاته الأرقام لا تعني نجاح النجاح الحقيقي المربوط بقيمة وهدف هذا هو النجاح نشكرك ساد سائد يونس اشترفت بهذه الحلقة والبعلومات الجميلة عن المحتوى السلبي والإيجابي شكرا لك العفو أنا سعد بوجودي معكم واتمنى لكم التوفيق إن شاء الله وأنتم مشاهدين الكرام أينما كنا معكم بهذه الحلقة وأيضا تحدثنا عن مواقع التواصل الاجتماعي واليوم بانتشارها الواسع في كل دول العالم اليوم تحدثنا عن المحتوى السلبي وأيضا المحتوى الإيجابي وكيف نوظف هذا المحتوى أيضا لمصالحنا وأيضا لنستفيد منها بشكل دائم ومستمر أهلا وسهلا بكم اليوم بنتكلم مع حضراتكم عن صناعة المحتوى يعني فكرة إزاي أنا يكون عندي ثقافة فأعمل محتوى أو أعمل موضوع أو أكون مؤثر بشكل كبير بثقافتي وبحضوري وبمعلوماتي ولكن التأثير هنا حيكون تأثير على السوشيال ميديا وخصوصا أن السوشيال ميديا ورواد السوشيال ميديا مختلفين مختلفين الاتجاهات والثقافات وكمان الأعمار فبالتالي لازم تكون صناعة المحتوى هنا قوية هستخدم اللغة اللهجة هقرب لهم إزاي الموضوعات إيه الحكاية ده اللي خلانا كمان نقرب أكتر من أحد صناعة المحتوى اللي ليهم تأثير كبير جدا على السوشيال ميديا وهو في البداية إعلامي ومخرج مثقف وشاطر وقدر يقدم صناعة لمحتوى جايد جدا على السوشيال ميديا الزميل المخرج وأيضا المؤلف مؤلف كتاب أغرب الحكايات الأستاذ سامح سند مساء الخير مساء الخير وأنا اللي متشرفت جدا بأن أنا قاعد مع حضراتك أنا كمان متشرفة جدا يعني ربنا يخليك أنا بلاقي فكرة أنه صناعة المحتوى في زماننا ده صعب اللي هو فكرة أن أنا أخرج على السوشيال ميديا وأنا راجل مثقف عندي رسالة عندي كلام بس لازم يبقى معايا كل الأدوات لاختلاف الأزواق اختلاف الجمهور اختلاف المترددين اختلاف الزمن فإزاي قدرت تعمل ده طبعا البداية علشان أنا أصلا اشتغلت في الميديا فترة طويلة صحيح فكنت فاهم كواسقوي إن المضمون هو رقم واحد طبعا هقول إيه دي أهم حاجة كم الخبرات اللي الواحد خدها من الأساذة الكبار اللي اشتغلنا معاهم ضف لنا حاجات تمام فده ساعدني كتير في إني إزاي أصلا بعرف أصنع محتوى أو أصنع مضمون غير دي أنا أصلا بحب الوثائق جدا الإنتاج الوثائقي أو الأفلام الوثائقي فكان عندي فكرة إنك إزاي تسرد قصة للناس والناس عندها استعداد تسمعها للآخر ودي كانت صعبة جدا طبعا يعني صعبة جدا بس اللي ساعدني إن عشان أصلا مخرج فعرفت أحول القصص دي لشكل أشبه بالسيناريو فكرة أشخاص وزمان ومكان فيشد الناس يشد الناس إنت عارف إنه أنا بلاقي إنه الإنسان المثقف وبالذات اللي بيشتغل في الميديا مخرج أو إعلامي هو أصعب الشخصيات علشان يخرج على السوشيال ميديا اللي اعتادت على الارتجال والبساطة والعشوائية واللي هو مفيش مقاييس ومفيش معايير فهو مش عارف يعمل كده هو دايما حيبقى عايز يبقى محترف أيضا صح صح أنا كنت بشوف إنه المتابعين اللي على السوشيال ميديا عندهم دايما نفسهم يشوفوا حاجة كويس بدليل إن فيه صناع محتوى كتير قوي في مصر وفي العالم العربي بس خلينا أقول في مصر شطرين جدا ومجتهدين جدا وعملين نجاحات حلوة قوي فبقيت أشوف دول هما المثل اللي المفروض أمشي وراه مش المحتوى البسيط أو السطحي الناس عايزة تشوف حاجة كويسة الناس نفسها تتفرج على حاجة مختلفة صحيح ولما بتلاقي حاجة فعلا كويسة أو شكلها باين بتمسها كمان بتمسها هل تجربتك وسفرك لأمريكا ساعد في حاجات كتير بالنسبالك؟ أنا كنت مسافر علشان أدرس جزء من وثائقي ونعمل مجموعة زيارات مختلفة ليه كليات إعلام هناك تمام فلاقيت أنه طريقة عرض المحتوى اختلف وأن المحتوى الرقمي أو الديجيتال ميديا هو الموجود فعليا وما بقيتش كلمة ده المستقبل لهو الواقع اللي موجود والناس وصلت لمرحلة أنها بتختار تتفرج على إيه طبعا هو أنا اللي بختار فأنا اللي بحدد إمتى كمان هتفرج فإزاي تقدم له المحتوى الإعلامي بقى اللي هو المفروض أنه أعمق وأقوى بطريقة أبسط لمحتوى رقمي يعني هو إعلامي بس رقمي السوشال ميديا كمان عاملة زي المسرح يعني هي قريبة جدا لفكرة المسرح أني بنشر حاجة طبعا رد الفعل دلوقتي على طول تفاعل والقراء والكومنتات واللايكات واللايف جدا أنت بتشوفها على طول ففي بينك وما فيش حاجز أنا برد بنفسي على كل الكومنت اللي بتجي لي بتابع بنفسي كل الحاجات اللي بتوصلي لأن ده كمان بيغير في طريقة عرض المحتوى يعني أنا في الأول كنت ممكن طبعا عندي اختيار للألفاظ والكلمات اللي هو ما تنفعش تبقى جرحة يعني لكن لما لقيت أن فيه أطفال صغيرة عشر سنين وتسعة سنين بتفرج علي فبقيت أركز أكتر أنه ما يعني أخطر الألفاظ أكتر أركز قوي أن أنا مابقاش جارحة يعني أنت كنت أنت أنت المحتوى والرقابة في نفس الوقت والرقابة أي لأنه إحنا كنا اتعلمنا على السنين اللي اشتغلنا فيها دي أنه فيه بعيدا عن أي رقابة موجودة من نقابة أو من غيره لكن فيه رقابة داخلية لكي كنت في دخل بيوت هي مش رقابة يا سامح هي مسئولية مسئولية يعني دايما بقول أنه الإنسان المثقف الواعي هو عنده مسئولية أولا هو يحترم ذاته يحترم عقله ويحترم ثقافته جدا جدا فكانت المسئولية الداخلية أو الرقابة الداخلية دي هي اللي بتخليك حتى وانت بتختار موضوع تتكلم فيه تراعي فيه أنك هتدخل بيوت فتحترم ده طب ما تيجي نمشي معاك بالتدريج يعني كمان لأنه مشاهدين اللي احنا بنقدم لهم نتحدث اليوم عن صناعة المحتوى في دولنا العربية طبعا عندك متابعين كثر موجودين في مصر وإمكان في العالم العربي ولكن إذا كنا نتحدث احنا في وسيلة إعلامية تلفزيونية خلينا نشرح لهم رحت فين اخترت إيه الموضوعات غيرت إيه امتلعت عن إيه زودت إيه يعني احكي لنا كده دينا أمثلة أنا بدأت في البداية كنت بقدم فيديوهات ما بتزيدش عن ثلاث دقيقة تمام ما بزودش عن المدة دي لإني كان ده الكلام عشان ما يتحولش من عليك ده الكلام اللي بسمعه إنه لازم تعمل كده بعد كده كنت مركز في الغرائب بشكل عن موضوعات الغريبة الزواهر الغريبة الزواهر الخارقة الزواهر اللي مرهاش تفسير وبدأت أذكر قصصهم الكتير قوي سواء من أفلام وثاقية أو من كتب لعد ما بقت أقدم الموضوع ده بشكل مختلف للناس اتجهت من سنتين ركزت فقط في الجريمة لسبب شغف الناس برضو الغموض الغموض أولا أنجح الأعمال الدرامية والسينمائية العالمية هي مبنية على قصص حقيقية وتحديدا جرائب هتلاقي مثلا قضية نصب كبيرة قوي فتا عملت فيلم يعني فهي معظمها كانت بتحول لعمل درام عندنا أعمال كتيرة جدا من الجاني ومن الشاهد ودي بتشد الناس اللي هي فكرة الغموض إيه اللي هيحصل لما قررت أنها اختار بقى المجال ده تحت يركز فيه كان بالنسبة لي الأستاذة الكبيرة روية راشد هي الأساس حقيقة كانت تعمل برنامج مهم جدا خلف الأسوار خلف الأسوار كان من البرنامج الحقيقة المهمة واللي كان حريس التلفزيون اللي يقدمه في سنواته جدا أدخل كل البيوت وأنا بقول جريمة والجريمة دي تفاصيلها صعبة وبشعة ومرهقة جدا بس إزاي تقولها بطريقة محترمة وإزاي تدخل بيوت الناس وإزاي توعي الناس وإزاي تدي للناس معلومة فبقيت شايف دايما قدامي الأستاذة روية راشد اللي هو هي لما يعني قررت تعرض الجريمة بشكل برامجي عملتها إزاي وخدت الطريق دا أن أنا أحوله لرقمي دا لمحتوى رقمي وكان بالنسبة لي هي معيار حاجات كتير في الشجل وبعدها بقى بقيت طبعا بتركز في المحتويات العربية لأنه اللي بيقرر أنه هيشتغل في الديجيتال ميديا أو في السوشيال ميديا لازم يكون عارف أنه برا حدود بلده يعني أنا ممكن الناس بتشوفك من وطن عربي من ناس عرب بس ساكنين أو مقيمين في دول مختلفة مش عرب فاهتماماتهم عاملة إزاي المنافسين شكلهم عامل إزاي اللغة اللي بنتكلم بيها الموضوعات اللي بنترحها فكرة أنك الموضوع صعب مش سهد لكن هو إذا أنت مش بتحبه مش هتكمل فيه هو صعب جدا بس لازم أنت تكون بتحبه طبعا أكيد يعني أنا الشفت كرير اللي أنا عملته من أن أنا مخرج ومنتج فن وقعد تقريبا 22 سنة و 23 سنة وأجي عند سنة 40 كل دا أغيره مش سهل مش سهل بس هو حلو وتحدي جدا وهو برضو فكرة هو هو الإنسان بيجدد يعني جددت خلايا نفسك بشكل جديد جدا طيب لما خرجت للمحتوى أنا سمعت برضو أن أنت كنت في قضايا الجرائم تحديدا كنت تستعين كمان بقى طباء شرعيين طبعا زي إيه ديني أمثلة مثلا حالات معينة رجعت لها أنا كنت لما أجي أقرأ قضية عشان نحولها القصة فلاقي أن في نقط مش فهمها فكان لازم يكون معايا طبيب شرعي صحيح لفهمني التفصيلة بالظبط عشان تعرف تحكي صح بالظبط ويبقى المعلومة دقيقة جدا ما فعش يعني شيء خيالي يعني كذلك برضو خبراء المعمل الجنائي لأنه في حاجة اسمها الجمعية المصرية لعلوم الأدلة الجنائية دي كلها خبراء المعمل الجنائي كان من تبقى لي إزاي تقرأ القضية صح فاكتشفت حاجات كتير قوي في علوم الجريمة وتطور علوم الجريمة والتطوره بيجي من تطور الجريمة يعني هو المجرم هو اللي بيبتكر وبعد ما بيتم العبد عليه بيتم إضافة الابتكار بتاعه ده العلم الجريمة إنه هو ابتكر طريقة جديدة وبعدين بيتقف قدام القضية الغريبة يعني في قضية مثلا اسمها المطر أنا الحلقة اسمها المطر دي قضية تم ارتكابها 2000 وحضاء 12 وتم اكتشافها 2018 ده سنين طويلة سنين طويلة لو المعمل الجنائي خبراء البحث الجنائي مش بخبرة كافية وبقوة كافية على العلوم عمرهم ما يكتشفوه صعبة هي عبارة عن إنه في اسكندرية تحصد سيول في 2018 واحد واخد بيت في المنشية دور واحد يلاقي إن المية بسبب المطر بيتمقط جامد عليه يطلع السطوح بتاع بيته عشان يشوف المية ليه مش بتنزل بيدور على مكان الصرف يعني يلاقي هيكل عظمي فكان فيه جثة كان فيه جثة فوق يبلغ الأمن الأمن يجي يلاقي في جثة فعلا يشلوها يبعطوها للطب الشرعي طب الشرعي بعد ما يكشف يكتشف إنه بقالها 5 سنين في المكان ده ومحدش عارف هي فيه إنها اللي ذكر إنه عنده إعاقة كل ده من هيكل عظمي عنده إعاقة وإنه تم الاعتداء عليه من 5 سنين أرجع بقى 5 سنين وتلاقيه وقتها كان البحث عنه هو فين ورح فين وإلا حصل محدش عارف محدش عارف أرجع 5 سنين لحد ما اكتشف إنه كان فيه ناس عيلة سكنة في البيت ده من 5 سنين ابنهم ارتكب الجريمة دي ودفنوا ومشي ولما قبضوا عليه هو ناسي هو نسي هو نسي إنه هو عمل كده أصلا؟ نسي لحد ينسي هو كانش طبيعي هو مش طبيعي كان مختلة شوية يعني بس فكرة إن أنا أحد بتفاصيل عشان كده خدت لها حتى العنوان نفسه يشد المطر المطر ده حاجة يعني ربنا سبحانه ربنا حاجة بسيطة بس شوف المطر الخير بيجيب حاجات مختلفة زي من القضايا برضو اللي كان فكرة انت عارف انت برضو يعني وراء بتابع انت بقيت مستر كولومبوس زي ما بيقولوا ولكن على السوشيال ميديا يعني اللي هو بحاول أقدم المحتوى بالشكل على فكرة تنفع فيلم وتنفع قصص يعني هي كمان تنفع قصص هل فكرت أنا عارفة ان انت عملت كتاب أغرب الحكايات يعني انت رحت للإقاع السريع جدا وسوشيال ميديا ولكن رجعت تاني للورق الورق أصله بيحكي حاجات كتير جدا ولا الاستغناء عنه طبعا ايه اللي خلاك ترجع للكتاب هل ثقلك ووجودك على السوشيال ميديا بهذه القوة خلى عندك الرغبة انك تدون وتوسق على الورق وتبقى مؤلف وكاتب فبالتالي برضو انت حميد كتابك لأنك أصلا ممكن تنقل الكتاب تاني على السوشيال ميديا صح اولا انا كنت مثلا بندور على قضية في فترة الستينات تمام فكنتش بقالق لها وصائق كانت صعبة شوي يمكن بداية التمينات بدأ يبقى فيه توصيق للجريمة توصيق لفكرة الجريمة بتفاصيلها تمام كان الهدف من الكتاب بقى انك توصق لأن الورق مهما مر الزمن هو الأصل طبعا هو الأصل انك تتفز بكتاب كده ده صحيح حيفضل طول عمره موجود فانك توصق بقى تلاقيه هو كده عبارة عن تلاتين قصة حقيقية بس غريبة جدا يعني له من القصص اللي انت يعني كنت منها من القصص كنت قلتها سوشليمت بس التفاصيل اكتر بكتير قلت التفاصيل اكتر ومدونة بقى يعني بشكل يعني يقدروا يرجعوا ليها بالضبط وهو طبعا جوه الكتاب بقى مصادر كل القصص اللي هو لو حد محتاج يعني هو يبحث بنفسه كمان يقدر يعمل ده فكان ده الهدف ان الكتاب يبقى فيه تلاتين قصة حقيقية غريبة هل انا هنا اقدر اقول وانا بتحدث اليوم في حلقة عن دمج الثقافة والتكنولوجيا الحديثة فهل هنا اقدر اقول صناعتك للمحتوى وتغييرك لاتجاهك في العمل سيما بيقول يعني انت عملت يعني شفتنج للكرير بتاعك كله غيرته فصناعتك للمحتوى والمدومة على هذه القصص خلتك كمؤلف كمان عندك من القوة اكتر انك خلاص عارف الادوات بشكل اكبر للأسف لا يعني للأسف لا انا غلطت غلطة كنت تخيلت ان انا خلاص بقى بقيت بعرف اكتب خلاص انا تمام قوي فجأة لقيت ان الموضوع مش كده هو احنا بنصدي يعني لو زي اي عمل فني صحيح زي اي عمل فني ممارسة ممارسة لو استسهلت هتقع اخذت مجهود كبير جدا طبعا عشان ما هو طبعا السياغة والتبويب والكتاب كمان لازم يكون فيه تشويق القصة المكتوبة صح لازم لها عناصر غير المحكية طبعا فالكصة بتاعت الممارسة بقى انت ده لأ ده انا كل ما حس ان انا عملت حلقة حلوة احس ان هايز اعمل احلى صح ويبقى مجهود اكبر لانك خايف ما تعجبش الناس خايف ما تبقاش كويسة طب هنا اقدر اقول انت مثلا انت كمان من قياس نفسك من اللايكات من الكومنتات من الانتشار ومن من الشير ومن الاسادزة يعني امتى قلت اه انا هنا قدرت يعني ايه اكتر القصص اللي عملت بالنسبة لك الانتشار وانت ما كنتش متخيل انها ممكن تعمل ده طب هجاوب على ده في حتتين صغيرين حتة الاولى هو انك عشان تقرر انك تشتغل صنع محتوى على الديجيتال لازم الاول تبقى فاهم كويسة قوي انت شغال على المنصات دي ازاي تمام فلازم تكون بتعرف تقرأ الانسايت والاحصائيات والخاصة بكل فيديو وبالمنصة بتاعتك بشكل عام يعني فاش اشتغل في ده وانا عندي جهل في الحتة طب خيرا نرتبها عشان نبقى برضو منطقيين حضرتك اول ما بدأت بدأت فيه احنا عندنا اكتر من منصة عندنا اكتر من موقع بدأت فيه بدأت فيسبوك وبدأت يوتيوب لان فيسبوك غير اليوتيوب خالص فانت ايه الاختلاف وبدأت ايه ونقلت امتى الاختلاف ان انا بدأت الاول اذاكر ديجيتال ماركت انت تمام افهم كل منصة بتشتغل ازاي كل منصة المفروض الناس بتتبعك فيها ليه وامتى وبقى عمر ايه واللغة عاملة ازاي وازاي تبدأ تقدم المحتوى بتاعك ده يليق بقى على كل منصة مختلفة لحد ما توصل لمرحلة انك خلاص عرفت ان الناس من خلال الانسايت بتقول ان الناس حبت النوع ده من الحلقات او النوع ده من المحتوى وتبدأ لازم مهما وصلت لاي عدد فولورز لازم تراجع الكومنس بتاعتك ضروري لازم تقيس الناس هي رد الفعل بالنسبة لك جدا احيانا في ناس في نقد بيبقى بناء ده حلو ده بحترمه وفي الناس اللي هي متفاعلين اللي هو يعني بنعتبرهم اللي هو ماذا يقول القطيع دعني اعلق ايه صح دول كتير بس في الاخر احنا خلاص بقى نعف نقيس طبعا النقد البناء بيفرق جدا ما يشو واحد بينقضني نقد بناء لازم احترمه لازم احطه في اعتبار الحلقة الجاي الكلام اللي بيقوله ده صحيح اغرب بقى قضية بالنسبة لي ونحنا بنكتبها بنشتغلها وهنقدمها للناس كحلقة بالنقل الان هي قضية بني مزار لان بني مزار دي قضية حتى جوه الكتاب هي تاني تاني قصة على طول خلينا اقول لي مشاهدينا يعني في دولنا العربية بني مزار هي احدى القرى الجميلة جدا في محافظة المينيا جد جد صعيد مصر في مصر القضية دي هي عبارة عن خليط ما بين غرابة تنفيذها وما بين عدم وعي الناس باهمية مصرح الجريمة وده ساعد في ان محدش يعرف يقبض على الجيمة نقولها سريعا كده نحن دي مثلا عشر اشخاص تم قتلهم في ثلاث بيوت مختلفين وتم بعد ما قتلهم يعني تم انتشال اجزاء من الجسامين بس بطريقة طبية ولكن مش اعضاء اللي هو عشاني بقى تجارة اعضاء خالص خالص بعدها الاغرب انه لقوا حمامة جنب كل جثة يعني الرزاكر جنبه حمامة ذاكر الانسة جنبها حمامة انسة كان حاجة غريبة جدا مقتلين مقتلين لما راحوا العشر جوزس راحوا للطب الشرعي اثبت ان الفروق الزمنية بين العشر جوزس في التنفيذ القتل قليل مستحيل يكون شخص الوحده قتل العشر قتل العشر طيب اذا يلا نجمع بقى الادلة اللي في المسرح الجريمة في التلات بيوت للاسف مفيش دليل عرفه يحصلوا عليه بشكل واضح او قاطع ان ده دليل المتهم لان الاهالي كان عندها صدمة من اللي حصل جريوا على البيوت اللي دخل من الباب واللي دخل من الشباك واللي نط من فوق وعملوا مسكوا الجسس ونقلوها وتبوزوا كل حاجة جوه مصرح الجريمة اشكرك شكرا جزيلا كمل واحنا مكملين معاك كمان مشاهدة ومتابعة اشكرك بشكرك شكرا جزيلا المخرج وصنع المحتوى والمؤلف سامح سند والزميل ايضا اعلامي ومخرج مشاهدينا احنا وصلنا انا متحدث طبعا هنا في الستوديو ولكن انا متأكدة انه من يتابعنا اليوم ايضا هناك كتير من صناع المحتوى اللي بيبدأوا الطريق او انه هما يكونوا بالفعل مؤثرين على السوشيال ميديا يبقى ان تكون مثقف لان هذا هو الذي يطيل عمرك على السوشيال ميديا اكيد الثقافة والتكنولوجيا سلاح مكمل طول الوقت معنا شكرا لحضراتكم واهلا بكم في بيت للكل